لا تعليم التعليم وسيلة الأطفال للخروج من الفقر وسبيلهم لمستقبل أفضل لكن رغم جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف لتأمين فرصة التعلم لكل طفل لا يزال هناك نحو 264 مليون طفل في العالم لا يحظون بفرصة للالتحق بالمدارس أو إكمال تعليمهم ومعظمهم فتيات إضافة إلى واقع أن 50% من اللاجئين محرومون من التعليم الثانوي ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورغم ارتفاع عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس وانخفاض أعداد من هم خارج المدارس من 15 مليون عام 2008 إلى أكثر من 12 مليون عام 2015 لا يزال هناك تفاوت في فرص الحصول على التعليم وما زالت جودة التعليم تمثل مشكلة رئيسية في المنطقة ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن معدلات تصارب من التعليم تتفاوت بحسب الفئة العمرية ففي المرحلة الابتدائية لم تكن نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس تتغير خلال العقد الماضي حيث إن 9% من الأطفال بواقع 63 مليون طفلا في المرحلة الابتدائية غير ملتحقين بالمدارس كما وصل عدد غير الملتحقين بالمدارس في مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي إلى 200 مليون شاب وشابة أي أن واحدا من كل ثلاثة شبان محروم من التعليم وسجلت أكبر نسب تصرب التلاميذ خلال المرحلة الابتدائية في اليمن حيث يوجد 6% فقط من الأطفال في المدارس أما أكبر نسبة تصرب في مرحلة التعليم الثانوي فهي في جيبوتي والسودان تليهم إيران والمغرب وتؤكد الأرقام أن واحدا من كل ثلاثة أطفال في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى محروم من التعليم ومعظمهم من الفتيات وترجع ظاهرة التصرب من التعليم إلى عدة عوامل أبرزها عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الأزمات والصراعات والحروب بالإضافة إلى عوامل أخرى كالتمييز بين الجنسين وجودة التعليم وتدني مستوى البيئة المدرسية ولحل الأزمة والوصول إلى نتائج على الأمد البعيد تعمل اليونسف على توفير فرص التعليم لجميع الأطفال بمن فيهم الأطفال خارج المدرسة أو المعرضون لخطر التصرب بسبب النزاع والأزمات من خلال تعاونها مع الحكومات لدعم أنظمة التعليم الوطنية لتيسير حصول الأطفال على التعليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر